أهمية وجود حقيبة تسعافات أولية عند أي شخص تمام كنا عم نحكي قبل الهوى أنه كتير مهمة مو بس مشان أنه نرخص السيارة هي منوطة طلبات الترخيص مع الطفائل لا هي شيء أساسي وقت الحاجة لها بتكون كتير ثمينة يمكن تكون أثمن من السيارة نعم صح لأنه العلاقة بإنقاذ الحياة ضروري دائما نجهز الحقيبة ونتعلم كيف نستخدم الأدوات لجواء الحقيبة مش بس أنه نشتريها ونحطها في البيت أو في السيارة سواء كانت في البيت أو في السيارة أو أي في مكان حد ممكن يكون في عزبة ممكن يكون في مزرعة ممكن في أي مكان في بشر متواجدين لأي ضرح مكان مفروض أن يكون في حقيبة الصحافات أولية صح أكيد أكيد أولية في البيت للأسف ما عندي بس من يومين سأفكر أنه لازم تكون عندي شنطة فيها لصحافات الأولية لأنه صار موقف وما عرف تتصرف على طول هذه النقطة بعد ترى الأهم اللي بيوضح لنا ياها الدكتور لأن أنت الناس التحضير واحد أنت كيف تعرفين تستخدمين الأدوات الموجودة أو المعدات الموجودة في حقيبة الصحافات الأولية هل أنا محتاج أخذ دورات ومشو اللي مفروض أني أسويكها واحد عندي مسؤولية أنا بقول دائما حتى أنا خاصة للأشخاص المقبلين على زواج من ضمن التحضيرات أنني تبعوا كورسات بالإصعاف الأولي نعم على الأقل بالإصعاف الأولي لأنه أول شيء مسؤولية ليه المقبلين على زواج الدكتور؟ لأنه سيكونوا عيلة وأسرة فسيكون هي اللبنة نواة يعني فمن ضمن التحضيرات مفروض يكون في هذا التحضير عذاك عن أن الأشخاص اللي متزوجين أو الأشخاص الناس اللي عايشين في أي بيت أو العمال أو الموظفين يعني الإصعاف يحدث في أي مكان بغض النظر عن الظروف يعني ما فينا نحسره لا بوقت ولا بزمان وش حتى في مكان العمل دكتور تماماً فالتحضير لهذا يعني كثير بيفرق الوقت يعني هلأ الإصعاف أدما كان سريع رح يأخذ سبع لثمان دقائق نعم فيه كثير حالات إصعافية إذا أنا عندي خبرة وادخلت بخلق فارق يمكن يكون أد اللي بدو يسويه الطبيب وأكثر أقلل الضرر أكثر أقلل الضرر وبعطيه النتيجة النهائية المحصلة النهائية لما يجوا المسعفين يلاقوني أنا مبلش بشي ومبلش بشي صح هذا كثير بيعمل فارق بصحة المريض وبالنتيجة النهائية المحصلة دكتور وعبد الله أنا عندي فضول شو في الشنطة لا ما مخبرت الشنطة شو الأشياء ضرورية مغلوظكم في الشنطة طلعت الشغلات الأساسية هي الحقيبة هلأ إذا تشتروا الحقيبة من الأماكن الموجودة يعني فيها الأشياء البازيك بس أنت حسب خبرتك هي العادة تكون في الصيدليات تماماً في الصيدلية ممكن حتى في البترول ستيشن تلاقيهم الفكرة منها أنك أنت كلما زادت خبرتك ممكن تضيف أشياء أخرى لكي حطيت الأساسي وبعدين حسب خبرتك عمل دورات متطورة أكثر ممكن تضيف أشياء إضافية مثل مثلاً هذا الجهاز اللي بنحكي عنه نعم القاعدة الأساسية بالموضوع أني أنا ما أذي يعني ما أعمل شيء أنا ما بعرف عنه نعم ما أروح أتفزلك فلذلك لازم ويبنعيز مع المتعور أرد فلذلك لازم لواحد يتعلم مثل أي شيء يعني كتير أساسي الموضوع بتصير بالبيت القصة وممكن الأهل يطلبوا الإسعاف مثلاً حالة اختناق خمس دقائق بغيب الطفل أو الشخص المصاب وبلش يصير فيه نقص الأكسجي وبلش فيه يصير ضرر دماغي لو نحنا بإجراء بسيط ممكن نحكي بحلقات لاحقة ممكن أني أنا حول هذا الشخص من شخص ممكن ينتهي بموت دماغي لشخص طبيعي مثلنا كلاياتنا جميل وصارت يعني حتى نحنا كأطباء لما ما منكونوا متدربين على الإجراءات وكل فترة وفترة منعمل تجديد تذكير لإلنا فيه أشياء ممكن الإنسان ينساها مش عليك التمرين كتير مهم التمرين مهم أنا عن نفسي دكتور ما أخذ دورة تسعافات أولية يمكن من 15 سنة في الإسعاف الوطنية ولكن نسيتها 15 سنة لا ما أرست ولا سويت وحتى بسني حبيتني أنا أخذ دورة للاستفادة نسيتها لأني ما أرست ما صارت عندي مواقف وتوفرة كتير بالدولة هون المراكز وفيه كتير مراكز سواء بالحكومة أو بالخاص بالإضافة لأنه فيه دورات حتى أونلاين ممكن الواحد يحضرها وأبسط شيء ممكن الواحد يحضر الكورسات الأونلاين وفيه حتى ورشات عمل بتعملهم كتير مستشفيات ومراكز ثقافية يعني على كل مستوى الإمارة طيب خلنا نتكلم الحين عن الحقيبة الحين تقلت حقيبة ممكن تكون سعافات أولية ممكن تلقاها في محطات البترول أو تلقاها في الصيدليات الصغيرة ممكن أخذها حسب إذا أنا أخذ دورة أو مش ما أخذ دورة تسعفني إذا فيها حالة معينة تماما وحسب خبرتي أو حسب متطلباتي أو دورات اللي عندي أنا ممكن مثل ما ذكرت أنت أزيد الأشياء في الحقيبة تحسبها للمواقف اللي ممكن تصير صحيح يعني كيف أعرف الأشياء المفرور الأساسي الأساسي بالإسعاف أول شيء إذا نحكي عن الإسعاف الأساسي هو حماية نفسك قبل ما تحمي المريض نعم أول شيء أي خطر بده يصير على المسعف بده المسعف يوقف نعم فمن ضمن الخطر هو أن يكون فيه عندك حماية نفسك من المريض نفسه نعم أو من الجو المحيط فإذا وجدت المصاب بمكان فيه خطر مثلا كهرباء ما بصير يتقلب لحتى تفصل الكهرباء صح الشيء الثاني الأساسي بالإسعاف يعني كتير أساسي الاتصال بالإسعاف أول شغل بتعملها بتتصل بالإسعاف لأنه بينما أنت تبلش تشتغل بالمريض وتبلش تسعفه بيكون الإسعاف أطري فهيجي عمل الأدفانس اللي هو المتقدم نعم الوقاية من ضمنها أنه يكون فيه عندنا قفازات اللي عندهم حساسية طبعا بيجيب القفازات اللي مثل هاي اللي بتكون خالية من المطاط أو القفازات العادية المتوفرة نعم هاي مشان تحمينها من سوائل المريض من الدم يعني ما يتعرض المسعف لإيصابه جميل النضارة النضارة مشان كمان إذا فيه رذاذ إذا فيه مواد كيميائية عم بغسل المريض تلوث بمادة كيميائية بس هي بس وقاية وقاية من العين والقناع وخاصة هلأ يعني بعد الكوفيد يعني صار كتير مهم لأنه ما بتعرف المريض شو معه صحيح فيكون فيه قناع أو قناعين على الأقل أوكي للإسعافات اللي برات البيت كتير مهم يكون فيه عنا للسترة لأنه نحنا شفناها كثير هذا بالنسبة للبس المسعف للمسعف يلبسها نحنا كتير شفنا حالات بمراكز الردود أنه يجينا المسعف منصاب جميل يعني المسعف يصير حادثين زال بده يساعد ما شايفينه بالليل ينصاب المسعف فهي كتير الأساسية نعم بعدين الأشياء الإسعافات اللي خاصة بالحق هلأ بقى بالإسعاف بالمصاب بالمصاب بدنا ضوي يعني ممكن نشوف إذا كانت الدنيا عتمي أو بدنا نشوف عين المريض أو بدنا نشوف مثلا جرح أو بدنا نشوف شي معين فضروري يكون عنا بيلا عادي يعني نعم الشاش أكيد شاش معقام يعني حطيت واحدة أي شيء حطيت واحدة بس ممكن واحدة يحط أكتر من قطعة يعني أكتر من المساحة المقصة كتير الأساسي مقصة جراحية يعني أو مقصة عادي حتى ممكن تمام في كتات يأتي فيها مقصة وملقاط ممكن يكون عنا ملقاط أحيانا بيكون في شوكة شوكة شيء من نستخرج يعني اللاصق البلاستر اللي هو اللاصقات الجاهزة الضمضات الجاهزة هذه حتى أعتقد دكتور بالأحجام موجود إعاسات وأنواع وممكن اللاصق الأساسي البيزيك الأديم اللي نستخدم دكتور هذا ما اسمه اللي فيه ماء تقريبا الأمبوبات هذه هدول الأمبوبات ممكن تجيبوا الأمبوبات الصغيرة ممكن تشتروا يعني معاقبات مي معاقمة مشان غسيل العين مشان غسيل الجرح يعني للإسعاف الأولي تبعهم مرهم حروق وجروح يعني أي مرهم بالصدلية حفلة مرهمتي تم ساعم بتقول شاسمات تقولين تركتي في المطبخ أموري طيبة الحمد لله في عنا الضماضات الباردة هي بس تضغط عليها بتصير باردة يعني شوف إذا ضغطنا عليها هادي حق شوف تكسر شي داخلها حين نكسرها بيصير فيها تفاعل تمام فتصير باردة نشوف هادي حق الرضود مشان الرضود رضها على الأطراف يوالله باردة باردة تصير تلج تصير تلج يعني أي رضة دكتور إذا حد طاح أو شي مثلا أول شيء لازم نسوي نحط كمادة باردة كمادة باردة أو إذا فيه في البيت تلج يعني ممكن بس هي بشانبر يعني إذا الواحد ممتوفر نعم فيه كثير أنواع من الجبائر بس هي أحسن شي بحسة أنا طرية وفيك تشكلها كيف ما بدك بنحطها على الطرف مثلا وبتلف عليها رباط فإذا واحد صار عنده رض برات البيت وتصير قوية تجمد مع هذا أي بالفعل تشكلها بالطريقة اللي بدكها جوها وطريقة على الجل نعم أربطة ضاغطة وأربطة شاش كمان فيه منها إياسات في هذا الرباط اللاسق نفس الرباط الضاغط بس هذا اللاسق يثبت يعني مثل الجبس تقريبا